أريد أن أسأل أصوات كثيرة معترضة حذرت من خطورة ما قاب به المشري بعضهم حذر من أن تسفك الدماء بسبب الخطوة التي أقدم عليها المشري وال34 عضو اللي معاه أنت كيف تنظر لهذه الاعتراضات كيف تبعت هذه التصريحات وبرأيك ما هي المخاطر التي قد تترتب على هذه الخارطة بالنسبة للمشري هو يعني ما يقول عندما حذر الحكومة بتشبثها بالسلطة وأنه في حال رفضت سيكون هناك إجراءات أخرى هذا يعتبر في حد ذاته بالفعل مخاوف كل الأخوة الذين اعترضوا أو تخوفوا من اندلاع حرب جديدة أو سفك دماء بالفعل هؤلاء هذان الرجلين أصبحت يعني الخارطة تسمى باسمهم كما سميت اتفاقية سايكس بيكو على سايكس وبيكو الآن نراها خارطة عقيلة المشري التي ستذهب وستدمر ما تبقى من ليبيا التي نهشها هؤلاء الضباع ولم يتركوا لي الشعب الليبي إلا الفتات ما هي المخاطر لو تعدد المخاطر أستاذ أحمد أبرز المخاطر أبرز المخاطر وعلى رأسها هي المحاولة اليائسة التي سيقومون بها في الأيام القادمة من إقرار حكومة جديدة وإدخالها أو محاولة إدخالها بالقوة هذا سيدخل البلد أولا في انسداد سياسي كامل والعودة إلى المربع الأول كذلك ستدخل البلد في صدام مسلح مباشر فيما بين القوات المتحالفة مع هذا أو ذاك ويتحملون بالفعل كما قلت قبل قليل عن مخاوف بعض الناس بأن هؤلاء يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية وكذلك المسؤولية أمام الله عز وجل في كل قطر الدم ستصفك ستكون في رقبة المشري وعقيلة إن كانوا بالفعل يعتبرون بأن هناك في قيام وفي يوم آخر وفي حساب وفي تاريخ سيلعنهم وفي أجيال قادمة ستعتبرهم مثل أبو رغال والعلقمي من خوانة التاريخ وسيدخلون التاريخ من أوسخ أبوابه